عاد الضوء مجدداً ليصلت على الشركة التي تعطي الضوء. شركة الكهرباء هذه المرة هي من يشتكي من المواطن، بعد أن اعتدنا أن يكون هو الشاكي. سرقة الأسلاك النحاسية من على الأعمدة الكهربائية مشكلة تستمر بالتفاقم، فالسارقون يتوزعون على مناطق عدة. ولكن كان لسرت في هذه المرة النصيب الأكبر. تجرد مجهولون من الإنسانية واعتدوا على كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمركز سرت لعلاج الأورام، وخربوه وحرقوه متعمدين، ما أدى لقطع الكهرباء عن المركز كاملاً. هذه المؤسسة صحية إنسانية، هدفها تخفيف المعاناة عن مرض الأورام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 550 مريضاً، مسجلين بمركز يعاني بالأصل من شحن في علاجات المرضى من الجروعات الكيموية بأنواعها منذ قرابة العام. مطالبات للجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن الجنات وتقديمهم للعدالة، لأن هذه هي المؤسسة الطبية الوحيدة في المنطقة الوسطى التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لمرضى الأورام.